حل زوال الجمعة بمطار هواري بومدين الدولي الناخب الوطني جمال بالماضي وذلك تحسبا لتربس المنتخب الوطني المقبل والذي ينطلق يوم التاسع من أكتوبر والذي يتخلى لهم واجهتين وديتين أمام كل من منتخب الرأس الأخضر يوم الثاني عشر من أكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينا ومنتخب مصر يوم السادس عشر من أكتوبر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي هذا ومن المنتظر أن يكون أول لقائم بين الناخب الوطني جمال بالماضي ورئيس الفاف الجديد وليد صدي هذا السبت وفقا لما أعلن عنه الأخير